تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء حلقة توب 5 دائما بتيجي عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها من الصعب كان أطلع بتوب 5 اليوم وبدون ما يكون لها كلام على اليورو بدون ما يكون لها كلام شوي على الدول الأول من يورو 2020 اللي بتصيل بـ 21 زي ما بنعرف بسبب كورونا حلقتنا اليوم هيتكلم فيها عن لاعبين بيعرفوا أنه كل العالم الآن بتفرج على الملاعب الأوروبية بحاول يدور على لاعب مادة محتاجة يمين يسار هجوم وسط دفاع وبالتالي بتزيد فرص إنهم ينتقلوا أحسن مما لو تقلقوا موسم كامل مع فريق متوسط في بلادهم اليوم حلقتنا عن خمس لاعبين بيلعبوا بفرق مش مشهورة أو هم أصلا مش مشهورين أدوارهم في الدوريات المحلية بس اغتنموا اليورو يحكوا للعالم إحنا موجودين تعالوا اشترونا يا أندية كبيرة يا أندية مهمة هندخل بتفاصيل الخمسة بس كان عادة بذكركم تتركوا لايك على الفيديو لأنكم إصحابي وبنبدأ بعد قليل نبدأ مع اللعب رقم خمسة اللي كان فيه كلام عن رحيله قبل ما يبدأ اليورو بنتكلم عن لوكاتلي لعب ساسولو اللي كان مع ميلان مسيرته تراجعت شوي رجع لساسولو لكن قدر يثبت نفسه هناك يصير لاعب منتخب ومع المنتخب قدم أدوار مهمة بالتحكم بالكرة بالتسجيل وشخصية قوية هي بتنعكس معها بساسولو كارت آخر موسمين بس تعرفوا الإعلام صعب يركز على ساسولو لكن إيطاليا عليها تركيز لوكاتلي كان فيه كلام كثير أنه ممكن نروح على اليوبي بعد نهاية اليورو الآن الكلام بزيد وبيزيد وعم بيرطبط اسمه بأنديو أخرى سمعنا باريس سمعنا مان سيتي لوكاتلي من اللاعبين اللي استفاد جدا من اليورو وعلى أغلب باع نفسه ورجع لأحد الكبار بعد تجربة ممتازة مع ساسولو وننتقل للاعب ثاني ما بيتعب ما بيهدأ أبدا بيركض كثير دامفرس لاعب أيند هوبين اللي مع هولندا كان العلام الفارقة العلام البارزة في البطولة حتى الآن بنتكلم عن اللاعب إذا راح بيرجع مش إذا راح ما بيرجع بيتعب بيركض بيحسن بسجن وبيصنع بقدر يلعب ظهير أيمن وبقدر يلعب وسط أيمن أيضا خياراته تنوعه قدراته البدنية بتخليه 100% صعب يظلم عنه من بعد هاليورو خصوصا كثير في أندي بكتر قدم بدها ظهير أيمن إما ظهير أيمن لما يلعب أربعة أو ظهير أيمن هجومي لما يكون الفريق من خمسة بننتقد لللاعب رقم ثلاثة وهو أيضا اللاعب كان فيه كلام عنه أنه احتمال يروح يوفي انتر قبل اليورو الآن الموضوع صار يتمدد وأندي أكثر عم تتكلم فيه صار فيه برشلونة سمعنا سيتي سمعنا وممكن نسمع تشيلسير أيضا نتكلم عن جوزينز لاعب ألمانيا اللي ما بوقف واللاعب الحاسم القوي الشخصية اللي ما بيخاف من حد وأيضا مع أطلنطا كما كان يخاف من حد اللاعب اللي اشترى أطلنطا في 2017 بمليون يورو على أغلب حيبيو في 21 بعد أربع سنين مقابل 50 مليون يورو وما ننسى أنه خلال الأربع سنين كان فيه مساهمات من هذا اللاعب ساعدت الفريق يلعب بدور أبطال أوروبا أكثر من مرة يعني استثمار لو يدخلوا بالتفاصيل وحساباته ممكن يطلع فيه أطلنطا مش ربحان 50 مليون يورو بس ممكن يطلع ربحان 100 مليون يورو أما رقم اثنين عندنا في حلقة اليوم فهو واحد كان فيه كلام كثير عليه بالإعلام زمان كان اسمه إسحاق السويدي اللي تكلموا عنه أنه لاعب اللي بدي يكون النكست مهاجم في العالم اللي حيسيطر دورت منتخطفه وأقنعه قال له أنا هعطيك دقائق أساسي تعالي لعب معي أخده ما نجح معاه رعه على السداد هناك تم إصلاحه آخر موسمين بلعب بشكل جيد الموسم الماضي سجل 17 هدف كل هذا ما خلى اسم إسحاق يصعط إعلاميا ما فيه كفاية بس مباراة مع السويد هون مباراة مع السويد هون مبارتين بس خلت أهم النجوم العالميين بالسوشيال ميديا يتكلموا عنه قال لينكر بيقولك حيذبحوا بعض عليه الكبار في إنجلترا بنحتاجين هيك مهاجم في إنجلترا بعض التحليلات بتقولك لو طلع حاركين إسحاق هو البديل المنطقي وفي كلام إنه أتلاتكم مدريد ممكن يكرر فكرة جريزمان لما جابه من السويداد ويجيب إسحاق اللي قدم نفسه مرة ثانية وقال تجربتي اللي فيش نلف فيها مع دولتمنت كنت شاب صغير الآن تعالوا شوفوا قدرتي بحجز الكرة شوفوا قدرتي بإزعاج المدافئين شوفوا قدرتي بخلق الفارق أما رقم واحد في البطولة فهو الحارس الأمياز من حيث الحالة الحارس داني وورد اللي لو لا لو ويلز غادرت من الدور الأول بنسبة مية بالمية وبتكلم مية بالمية مية في المية مرة ثانية داني وورد الحارس اللي تقلق جدا مع ويلز الحارس اللي المعلومة الأغرب عنه انتشرت بين كل الناس آخر ثلاث مواسم ما لعب ورا مباراة مع لستر في الدوري مثل هيك حارس في دوري فيه كثير حراس ضعف زي الدوري الإنجليزي أعتقد مية في المية حيجي له أوفرز إنو تعال إلعاب أساسي ولعب بالبريمير ليغو وعيش حياتك معنا داني وورد بشكل شبه أكيد حنشوفه صفقة قريبة لأحد الأندي الإنجليزية صعب جدا تتخيل بقاءه وهو اللي كان أميز لعبي ويلز وهو اللي قدم مباريات ممتازة أنقضت ويلز من حفلة أهداف في كل مباراة تقريبا حتى الآن نوصل هون لنهاية حقق التوب فايف اللي حاولنا نتكلم فيها عن ناس اغتنموا فرصة تركيز الإعلام على جهة وقالوا إحنا مكاننا بفرق أكبر بمكانة أكبر وبأهمية أكبر في كرة القدم الآن هم حينالوا الفرصة بالنسبة كبيري جدا المهم أخذوا الفرصة بظل الأهم أنهم يستفيدوا منها وصل هون لنهاية حقق التوب فايف كنت معكم محمد عوال ووجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا التابعون على سلف سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى